تحية طيبة لكم مشاهدين كرام أهلا بكم الجديد لمعرض الصحافة الذي نستعرض لكم من خلاله أهم جافة صحفة المحلية وكذلك الذولية والبداية بصحفة المحلية وجريدة الشعب التي عنولت صدر صفحتها الأولى جرار جراد يمدد الحجر الصحي إلى 29 أفريل الجاري حيث بادر وزير الأول عبد العزيز جراد إلى أمس بل تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل تدبير الوقائية المنافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى غاية يوم 29 أفريل 2020 بحسب بيان لمصالح الوزير الأول هذا ووجه عبد العزيز جراد وتطبيقا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جملة من التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستمرارية النشاط الاقتصادية في فترة الحجر الصحي في ظلي التويل الخاطئ للتدبير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية ضد وباء كورونا والتفاصيل أكثر مشاهدين نجدها في الصفحة الثالثة من جريدة الشعب ننتقل إلى المساء والتي عنوانت رئيس الجمهورية يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء حيث من المنتظر أن يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعا دوري لمجلس الوزراء بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد ويتضمن جدول العمال مناقشة عدد من العروض الوزرية والمصدقة عليها وتتعلق أساسا بتعديل قانون العقوبات والتدبير المتخدة لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد زوال جائحة كورونا وفي ضوء الإصلاح الحكومي بالقطاع الصناعي وبضاية سوق البترولية العالمية وتطور الأزمة الصحية الوطنية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 والتكفل الاجتماعي بالعائلات المتضررة جراء ذلك إلى جانب تدبير الخاصة بعملية تضامن رمضان ومساهمة شباب دوي المشاريع والمؤسسات الناشئة في الوقاية من جائحة كورونا وذلك حسب ما فاد به بيان لرئاسة الجمهورية نبقى دائما مع صحف المحلية والمحور اليومية التي عنولت ولاية الجزائر تقرر فتح أسواق الرحمة بكل البلديات خلال شهر رمضان حيث اتخذت مصالح ولاية الجزائر إجراءات تحسبا لشهر رمضان حيث أعطت تعليمات صارمة لرئاساء المجالس الشعبية بضرورة الإسراع في توزيع المنحة الرمضانية وكذا وضع برنامج من أجل فتح أسواق الرحمة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعقيمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المسجد كما أنه تقرر عدم فتح مطاعم الرحمة في حال استمرار إجراءات الحجر الصحية هذا وقررت مدرية التجارة رفقة مصالح ولاية الجزائر فتح أسواق الرحمة عبر كل بلديات العاصمة وهذا تحسبا لشهر رمضان حيث ستكون هذه الفضاءات التجارية المناسبة لها أماكن تتوفر على النظافة والتعقيم وكذا الحرص على اكتباع توصيات الوقاية من خطر انتشار كورونا فيروس أين سيتمكن المواطن عبر كل بلديات العاصمة من اقتناء المواد الغذائية الواسعة لاستهلاك وكذا الخضر والفواكه دون تكبد عناء التنقل إلى نسواق الجبارية التي لا تتوفر بكل بلديات العاصمة وتفاصيل أكثر نجدها في الصفحة الثامنة من جريدة المحور اليومية إلى التحرير التي عنولت وزارة الدفاع الوطني تفنت تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وإطارات عليا بالجيش الوطني الشعبية حيث فندت وزارة الدفاع الوطني أمس السبت الإشعاءات التي راجت حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وإطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي عكس ما تم تدوله عبر بعض مواقع الإلكترونية والمواقع التواصل الاجتماعية مؤكدة أنها كلها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة وإشاعات معتبرة أيها محاولة بائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبية وإذا ذلك سجلت وزارة الدفاع الوطني استنكارها بقوة لهذه الممارسات الدنيئة مشددة على أنها ستتخذ على إجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مرويجي هذه الحملة وتقديمها أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية لرأي العام إلى لغيزون الناطقة باللغة الفرنسية والتي عنولت 116 إصابة مؤكدة وثلاث حالات وفاتة حيث سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 116 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليطفع العدد الإجمالي إلى 2534 حالة مؤكدة فيما سجلت ثلاث حالات وفاتة جديدة وكلها في ولاية البوليدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 367 حالة بحسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا دكتور جمال فرارة الذي أكد بأن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء ارتفع ليصل إلى 864 حالة ننتقل مشاهدين وإياكم إلى المواقع الإلكترونية والبداية كالعادة ستكون بأنهار أونلاين التي عنوانت وزارة البيعة تسلم شحنة من المساعدات الطبية لولاية معسكر حيث تقوم وزارة البيعة والطقات المتجددة في خرجتها التاسعة من نوعها لسادس ولاية بتسليم شحنة من المساعدات لولاية بسكرة السلمها والي الولاية مع مدير العام للوكالة الوطنية لنفايات كممثل للوزيرة ناصيلا بن حرات وتأثي هذه المساعدات في إطار جهود وزارة البيعة والطقات المتجددة لمكافحة فيروس كورونا فحسب بيان لذات الوزارة وتمثلت المساعدات في ألبس وقائية كاملة التجهيز لكل من عمال الطاقة أو عمال الطاقم الصحي وعمال النظافة بالولاية نبقى دائما مع النهار أونلاين تسليم ستمائة كيلو جرام من اللحوم الحمراء لتوزيعها على مئتين عائلة محتاجة بالعازمة حيث تم أمس بوزارة التجارة تسليم ستمائة كيلو جرام من اللحوم الحمراء تم توزيعها على مئتين عائلة محتاجة بولاية الجزائر العاصمة والتي تعتبر مبادرة من طرف اللجنة الوطنية لموزعية لحوم التابعة للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على أن يتم تعميمها عبر ولايات الوطن خلال شهر رمضان المبارك هذا وكذا وزير التجارة كمال رزيك على وفرة المنتج طوال شهر رمضان واستقرار أسعاره نبقى دائما مع المواقع الإلكترونية والبلاد دوتنات التي عنوانت الملحة الاستثنائية لجميع أصلاك الصحة حيث كشفت وزارة الصحة والسكان مصلاح المستشفيات أن العلاوة الاستثنائية أتي أقرها رئيس الجمهورية تشمل جميع أصلاك الصحة وسيتم صرفها لصالح هؤلاء بعد إعداد النص التنظيمي التطبيقية المؤسس لها وأكدت الوزارة في مراسلة تم توجيهها لمدريين الولئيين للقطاع ومدراء المستشفيات الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكذلك المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بأنه سيتم إعداد النص التنظيمي التطبيقي وفقا لمدة الخامسة من المرسومة الرئاسية المتضمن استحداث العلاوة الاستثنائية ننتقل إلى الصحف العالمية والبداية ستكون بي بي سي يو نيوز الثلاث عنوانات إلغاء مراسم تحية السلاح بطلقات المدفعية في عيد ميلاد ملكة بريطانيا حيث لن يشهد تلتاء المقبل تحية السلاح بإطلاق طلقات مدفعية احتفاءا بمناسبة عيد ميلاد الرابع والتسعين للملكة إليزابيت ملكة بريطانيا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وقال مسؤول في القصر أن الملكة قررت ذلك لأنه لن يكون مناسبا في الوقت الراهن ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى خلال عهدها في الحكم المستمر منذ 68 عاما التي لن تؤد فيه هذه المراسم التي تقام عادة في حديقة هايت بارك وبرج لندن وجاء هذا الأعلان بعد أن فرضت الحكومة قيودا على الحركة في بريطانيا لمنح تفشي فيروس كورونا والتي تطلب من الناس البقاء في منازلهم ننتقل إلى روسيا اليوم التي عنونت الإمارات تعلن أن الهند وفقت على تصدير دواء الماليريا هيدروكسي كلوروكين إليها لعلاج كورونا حيث أعلنت الصفارة الإماراتية في نيو ديلهي الهند أنها حصلت على الموافقة من الهند لتصدير كميات من دواء الماليريا كلوروكين إلى الإمارات لاستخدام هذا العقار هناك في العلاج فيروس كورونا حيث قالت الصفارة في بيان نشرته أمس أنها نجحت في الخصول على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء الكلوروكين إلى الدولة حيث تعتبر الهند منتجا حيويا في السوق الأدوية العالمية وتعتمد عليها مجموعة كبيرة من دول العالم في الحصول على المكونات والعقاقير الجاهزة من بينها الولايات المتحدة وكذلك الصين نختم ومشاهدين بسيان نانيوز التي عنونت مركز الفلك يحدد موعد ظهور هلال شهر رمضان الفين وعشرين حيث قال مركز الفلك الدولي أن الحسابات الفلكية تشير إلى غياب القمر يوم الأربعاء قبل غياب الشمس أما بالنسبة للدول الإسلامية التي ستتحرى هلال شهر رمضان الفين وعشرين يوم الخميس فإن رؤيته غير ممكنة في أي من الدول الإسلامية بالعين المجردة في حين أن من الممكن باستخدام تيليسكوب فقط وبصعوبة بالغة في كل من السودان ليبيا الجزائر المغرب موريطانيا ورؤية الهلال يومها ممكن بالعين المجردة بالصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة وبصعوبة كبيرة مما يرجح أول أيام رمضان المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين عفريل الجارية بهذا العنوان مشاهدين الكرام نكون وقد وصلنا وإياكم إلى ختام معرض الصحاف